الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله مرحبا بكم مع إحسانا من فنون البر ومن التطبيقات العملية للبر أن تبعد عن قلبي أبيك وأمك الأحزان الأخبار غير السارة ومن أجمل ما قرأت قصة امرأة عذبها زوجها وطالت العشرة معه بالسوء كانت مظلومة وكانت لا تنقل إلى أبيها ولا إلى أمها أخبار عذابها مع هذا الزوج الظالم استمرت به معه زوجة مع الآلام أتدرون لماذا تحملت العناء لا تريد أن يحزن قلب والدها ولا قلب أمها فلما مات طلبت الطلاق شرعا لأن بها ضرر قد وقع إنها البنت البارة التي خشيت على قلبي أبيها من الألم فتحملت الآلام دون أن تنقل إليهم الآلام أيها الأبناء الأخبار السيئة لا تحضرها ولا تحضرها إلى مجلس أبيك وأمك الذكريات المؤلمة ابتعد عنها حوادث التي وقعت في المجتمع ابتعد عنها بل أقول الذكريات التي في حياتك في الأولى من الآلام التي لربما أنت ظلمت وهو من البر من البر أيها الإبن أن لا تحاسب أمك ولا تحاسب والدك عن الأخطاء التي لربما ارتكبوها في شبابهم لربما ارتكبوها من ثلاثين سنة ضربوك عن نفوك قل لهم الله بيحكم ويحللكم الله يجعلكم في حل والله يا أمي وأبي ما أزداد لكما إلا حبا بعضهم يقول الله المستعان دللت فلان وعذبتوني تذكريني يا أمي يوم تضربيني وهذا يقول تذكريني يا أمي يوم تحرمينني أيها الأبناء لا تكونوا قضاة في آخر الزمان لآبائكم ولأمهاتكم قضاة تنصبون مشنقا تشنقون بهم الأم والأب معظم أمها تبكي أنا والله ما بغيت إلا مصلحتك ليه ونمك كذا فلذلك أيضا إبعادوا الحزن عنهم ولا تحاكموهم فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الإحسان ولا من البر أن يقوم الإبن والبنت بمحاسبة آبائهم وأمهاتهم من أبسط الحقوق الله يبيحكم يحللكم أبيحوهم فهم بحاجة إلى الطمأنينة وبعض الأمهات والآباء يشعرون أنهم ظلموكم في الصغر لربما أخطأوا لكن يا أخي أقل ما أقدم لأمي وأبي أن أقبل يدها ورجلها ورأسها وعينها وقول كل اللي راحلت واللي أيضا قادم لكي خذي ما شئتي ودعي ما شئتي جميل أن تكون لهما رحمة حتى يكون أبناؤك غدا لك رحمة رب يرحمهما كما ربونا صغارا أستوديعكم الله يهمين الأعزاب